ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله قالت صحيفة إسبانيا إن المغرب سلح نفسه من خلال استخدام ترسانات حلفائه الولايات المتحدة وإسرائيل بعدما استطاع في الآوينة الأخيرة الاستحواد على سلسلة من طائرات التجسس الحديثة والتي تم تجهزها بالصدفة مع إسرائيل والمخصصة للحرب الإلكترونية وكشفت استنادنا من مصادر ديبلوماسية أن الأجهزة التي حصل عليها المغرب جاهزتنا لجمع وتحليل البيانات من أنظمة دفاع أخرى مما سيسمح للمغرب بالحصول على معلومة حول أنظمة الدفاع الإسبانية وسيمكن التحالف مع الدولة العبرية يضيف المصدر ذاته المغرب من الوصول إلى الترسانة الإسرائيلية التي تعتبر واحدة من أكثر الترسانات تقدما في العالم وتمتلك أيضا أسلحة نووية وتساءلت هل سيحصل المغرب عليها مستقبلا مجيبة أن هذا وارد جدا بعد الاتفاق الأمريكي المغربي الإسرائيلي واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل ترى أن المغرب هو أفضل صديق لها وبالتالي لن تتردد في استفادته من التكنولوجيا العسكرية الأحدث وهو ما يزيد من متاعب إسبانيا في المنطقة بعدما تفوق عليها المغرب في السلاح الجوي والبري نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر